السلام عليكم ورحمة الله. نهاردة معينا لسن 5-6 في يونت 2. طبعا هنا مفيش جرامر اغر حاجات بزئين. يعني طبعا ما فيش جرامر اصلا في اللسن ده. لان احنا اخدنا جرامر كتير في يونت 2 اه في اول درسين هتلاقهم موجودين على القناة. فالنهاردة نقرأ الكلمات ونحل ونقرأ الدرس ان شاء الله. يلا نبدأ مع بعض. order order complaint complaint machine. machine. email. email. horrible. horrible. review. review. جولاري باكس. جولاري باكس. call. call back يعني عاود الاتصال. لو في الموضة تبقى called. online shopping. online shopping. delivery company. delivery company. rule. rule. play. rule. play. اللي هو تبادر الاذوار. او ممكن تبقى rule played لو في الماضي. customer. customer. product. product. electronic. اللي هي الكتروني. لكن لما تبقى كده تبقى electronically. اللي هي الكترونيا. explain. يشرح. size. اللي هو الحجم او المقاس. trusted. اللي هي زي ما كنا بنقولها في اا في اول يونت اللي هي اا لما بنجي نعمل online shopping او هنا في الونت دي تقريبا برضو. بنعمل من مصادر موصوكة في نول trusted source. مصادر موصوكة في يعني موصوك به. shop 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 او shop. دي معناها يتسوق او محل وخدناها قبل كده. seller. seller اللي هو البائع. sources اللي سايلها مصادر. user اللي هو المستخدم. هنا agree يعني يوافق. quick. cross. cross اللي هي علامة ال x اللي هي كده. او كلمة غاضب. carpet. اللي هي سجادة. Alexandria Electrics اللي هي شركة الاسكندرية لصناءات الكهرباء. title. mix. describe. points. pros and cons اللي هي زي هي هي advantage and disadvantages. هي هي pros and cons اللي هي المزايا والعيوب. text اللي هو النص. هنا الافعال اللي بناخدها كل مرة keep kept kept say said said. تعال نشوف التعرفات. complaint اللي هي الشكوى. something you make when you are unhappy about something. حاجة بتعملها لما بتكون مش سعيد عن حاجة. عن حاجة معينة يعني. او something that you say on right or right when you are unhappy about. ممكن تعملها او تكتبها. آآ لما بتكون غير سعيدة عن something because you think it's wrong or not very good. يعني حاجة بتكتبها او بتبلغ بيها لما بتكون غير سعيدة عن حاجة حصلت معك بسبب ان هي فيها غلط او غير جيدة. order اللي هو order اللي اللي هنطلبه زي الناس كلها. كلكم عارفين طبعا ال order اللي بنطلبه اللي مسلا. او ممكن ال order بتطلبه من مطعم. عندما لما يبقى الزبون او العميل بيطلب من شخص واق من شخص معين ان هو يبعت يرسل send or bring or make something for them. لو يبعت او يحضر او يصنع حاجة معينة لي. لان لو انت في مطعم برضو هتاكل في المطعم يبقى سمعها بتعمل order. ومن ساعتها بتطلب ان هو يحضر لك الطعام. call back return a phone call اللي هو بيعود الاتصال. email to send a message electronically. اللي هو بيبعت لك الرسالة الكترونية. اللي هي ال email اللي عارفينه كلنا. make بيجي معها complaint شكوى. answer a complaint بيرد على الشكوى. get angry يعني بيغضب. keep calm يعني يفضل هادي او يظل هادي. تمام? تعال نشوف السنين ما ملقان تمام اللي احنا عارفينه. happy عارفينها معناها اللي هو البائع. هي هي shop assistant اللي هو برضو البائع. عكسها اللي هو الزبون طبعا راح يشتري اللي هو customer او client. positive اللي هي الايجابي. عكسها negative. عارفين positive طب ممكن يكون معناها اي مثل. ايجابي يعني حاجة جيدة. good. او helpful يعني مفيدة. practical. كل دي حاجات انا قلت لكم ازاي نعرف او حتى لو كلمة متعرفهاش قبل كده يعني انا شفتوا كلمة الاول مرة وفيها سي وعايزين تعرفها بتطنت اي سي ولا كاي انا عملي فيديو على القناة وهسوف لكم في تحت الفيديو. تعرفوا ازاي سي بتطنت اي سي وامتن اتنات اي كيل حتى لو كلمة اول مرة تشوفوها. فهنا تبقى ايه? اه هنا جميل معناها جميل برضو عكسها اللي هو شنيع او سيء جدا وحش جدا يعني. كلمة عشان نخليها العكس بنحط لها كلمة عشان نخليها صفة بنضف لها اي دي. يشكو عشان نخليها اسم بنحط لها تي تبقى شكوى. يستخدم عايزين نخليها فاعل فاكرين قولنا الايه ار دايما بتحول لفاعل قلناها كزا مرة. فتبقى او سيلر. الواي عشان نكون صفة من الاسم تبقى بدل ضوضاء تبقى صاخب. اخدناها قبل كده قولناها كزا مرة معناها اشار حافو ملخص يونة تو. اردر بمعنى يطلب او يامر وممكن تيجي باسم بمعنى امر لما كلمة ان اردر يعني في الترتيب. يعني لما يقولك بوضيس ووردس ان اردر حط الكلمات دي ان اردر يعني في الترتيب. دي لما يبقى عايزك ترتب جملة. كومبلين يعني يشكو انما كومبلينت الاسم منها اللي هو الشكوى. تمام? طيب كومبلين يشكو بيجي معاها ايه يا ميس? بيجي معاها اباوت او اجانست. اباوت او اجانست. تمام? طيب تعالوا نشوف اللي حروف الجر اللي بتيجي معا الكلمات. عشان بتيجي في الاسئلة. يعني بيطلب حاجة او بيطلب سلعة. انا لسه منتظر او زلتوا منتظرا. يعني يعيد الاتصال. حول ما تخضرش. يعني بيش راح المشكلة. قلنا بيجي معاها يعني ينتظر يعني يطلب برضو بيجي معاها كهدية لي لما كنا عايز اقولها ان انا جايب هدية للشخص يعني بيعمل الصالح شخص او لدى شخص. بشأن حاجة لما كنا عايز اتاسف عن حاجة عملتها. بيفكر في حاجة يعني غير سعيد بسبب حاجة. دي بتستخدمها في المحادثات لما بتكون حاجة يعني حاجة فيها دهشة او فيها انزعاجة وحزن يعني 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 متفق معك. هنقرأ الدرس بالاخر بعد ما انحالي الاسئلة. هو الدرس ازغطنون جدا النهاردة والاسئلة بسيطة. يلا نبدأ مع بعض. to not pack is to return a phone call. لما تعود بها اتعاود الاتصال قلنا اسمها ايه? call back. برافو عليكم. call back يعني يعني يعاود الاتصال. a not is an electronic message. الرسالة الالكترونية اسمها order ولا complaint ولا letter ولا email. email برافو عليكم. if something is not it means very bad or unpleasant. لما يبقى الشيء ايه بمعنى ان هو سيء جدا? positive ايجابي لا طبعا اتراكتف جزاف طبعا لا. grateful طبعا هريبول اللي هي اه مريء يعني شنيع سيء جدا. there are positive not about the garden online. let's visit it. عندنا ايه ايجابي عن الحديقة يلا نزورها مشاكل طبعا لا. ريفيوز اراء طبعا ريفيوز. دي يا جماعة ما بيكون هنزيد نشتري منتج منها على الانترنت. بنروح نشوف الريفيو اللي عليه. بنشوف الاراء الناس اللي عليه. اسمها ريفيوز. the machine was not. it didn't work well. الماشين ايه مش بتشتغل كويس. interesting. useful. broken. amazing. طبعا بروكن طالما didn't work وليها مش بتشتغل كويسة بقى تقصرت. you can not food online or some apps. apps اللي هي جمع application. application هي تطبيق تصارها app وجمعها apps. طيب you can a on-line cook order keep bake. طبعا order بنطلب on-line. the mixer اللي هو الخلاط is a not for mixing food. kitchen pocket toy machine. الخلاط دي ايه مكينة اللي خلط الطعام. silly life has pros and. قلناها pros and cons. bravo عليكم pros and cons. my grandmother يعني keeps her gold in a beautiful grand ma. جمع اللي جدتي. اللي اختصار grandmother. بتحتفظ بالدهب بتاح عينة beautiful note box. في صندوق جميل مجوهرات. match recycle tool. طبعا صندوق مجوهرات جميل. a note is something you make when you are unhappy about something. ايه الحاجة اللي بنعملها لما بنكون غير الساعدين بشأن حاجة معينة شكوى. براوضا عليكم. to give the opposite of the word a happy. لما نكون عندين نجيب العكس من كلمة happy بصوا فوق. فوقيها على طول هاي. قلت لكم قبل كده واقولها تاني. في متاحان الانجليز يا جميع. عم تبقى في حاجات الحل بتاعها موجود في الامتاحان نفسه. يعني ممكن تلاقي دي في سؤال زي كده. ممكن تلاقيها في القطعة. ممكن تلاقيها في كلمات نقصة. ويجي في الاختيارة يجيبها لك زي كده. فبديد دي بتبقى الزكاة للناس ايه اللي بتركز في الامتاحان. يبقى انها قدامك على طول. I bought this toaster and it was beautiful. beautiful can be replaced by the word. يعني انا اشتريت ده وكان جميل خالص. ممكن نبدل الكلمة الجميل بايه. جلاد سعيد ايه زي ساحل هوريبل شنيع نايس. طبعا نايس. لطيف. يعني الامير برضا. the word seller. seller اللي هو البائع. and customer اللي هو الزبون. يبقى ايه? the same? لا طبعا. synemoms equal opposite. قلت لكم قبل كده لما لقي synemoms وا equals في نفس الاختيارات وامش اخدهم. same او synemoms او equals لو لقيت اتنين منهم مع بعض في الاختيارات يبقى ولا واحدة فيهم. زي برضو لما لقى مع بعض في الاختيارات يبقى ولا واحدة فيهم. يبقى هنا طبعا opposite. متضضين. you can make a noun from the verb sell by added. عايزين نجيب الفعل النون الاسم من verb sell. تبقى ايه? seller? لا seller. 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 طبعا seller. ولسه فوقيها ايه ايه. موجود. the word complaint. كلمة complaint يعني شكوى. شكوى دي فعل ولا صفة ولا اسم ولا حال. اسم طبعا. you can make an adjective from the noun noise by adding. عايزين يجيب الصفة من كلمة noise بنضيف ايه? اللي واي ولا واي ولا اي ار ولا fall. طبعا noisy فبنضيف وي. the mobile battery is empathy. it needs. البطاليات الموبايل فارغة يبقى عايزة ايه? charging, changing, exchanging, wasting. طبعا it's charging. يعني تتشحن. مش changing. دي تغيير. these sentences are not up. and the teacher wants to obey them in order. الجمل دي ايه? والمدرس عايزة نحطوه من order. in order اها. يعني بالترتيب. يبقى الجمل دي delivered. mix it. turn it given. طبعا مختلطة كده. وعايزنا المدرس نحطها بالترتيب. she is unhappy not the order as it arrived very late. as هنا بمعنى because. يعني علشان الorder تأخر. فاكرين انهابي قولنا انهابي ايه? شايفين دور عرفتهم هم مين ليه? bravo عليكم. unhappy about. he bought a toaster not a present for his mother. قولنا a present بيجاب لها ايه? كهدية لممتها. as bravo عليكم. يلا نحل المحادسة. مونة is showing hoda her new smartphone. مونة بتوري هودا او بتفرق هودا على تلفونها الجديد. مونة بتقول good morning hoda what do you think of my new smartphone. اي رايق في التلفون بتاع اعت لها it looks cool. ثم اعت لها سؤال اعت لها i put it online at an electronic ويبسايت انا اشتريته اونلايم من الويبسايت يبقى تقول لها اشتريتين منين تمام? where? بوت ماضي عايزة فعلي مساعد يا ميس عندك بوت في الماضي يبقى did i بتبقى you احط بوت يا ميس لا معنا بوت خلاص الخدت منها did وزيع لترجع لاصلها تمام يبقى where did you buy at? بعد كده يطلع انا اشتريته من على النت فهو ده يطلع انا مش جيدة في استخدام الكمبيوتر فسألتها سؤال مونة اردت عليها تلعها no it's really easy لا هو سأل معنا ذلك اولا هنسأل بفعل طالما ال no يبقى هنسأل بفعل مساعد تمام يا ميس ده انا ارد لكم اكتر طيب عندي فعل مساعد هنا is يبقى ابدأ بيه على طول فعل it is it طيب هقول is it easy ولا is it difficult هنا ان سألت حد سؤال فبقى قال لي لا اده سهل معنا ذلك انها سألته ايه هل هو صعب مش معقول انا اقول له ايه هو استخدام الكمبيوتر السهل اقول لي لا سهل يعني ايه لا سهل طالما قال لي لا انه سهل وما فيش نفي يبقى هاعكس الصفة طالما ال no بعدش بعدها نفي يبقى هاعكس الصفة يعني لما اقول كده no it isn't far لا مش بعيد يبقى هنسأل بيه يا ميس اقول is it far هل هو بعيد تمام عشان هنا في نفي بعدي no لكن لما لاي no وبعدها كده it is far لا ده بعيد يبقى انا سألت بايه هل هو قريب no it's far يبقى هقول ايه is it near هل هو قريب يبقى لما لاي no بعدها نفي بسأل بنفس الصفة بلاقي no بعدها مفيش نفي يبقى هاسأل بعكس الصفة فهنا no it's really easy مفيش نفي يبقى هاسأل بعكس اللي هي ايه difficult تمام عشان فيه ناس بتطلقبط فيها دي فبعد كده تسألها بتقول لها do you pay for the item when it comes هل بتتتفعل الحاجات دي لما بتيجي فهتقول لها ايه هنشوف ونعرفش راح اتنهض اللي ردت عليت لها aren't you afraid of using the password of your credit card معنا زلك ان يتفع بايه بالcredit card فهتقول لها no بعد كده ال white باي هنا do مضارع يبقى pay في المضارع وطبع مش هحط اس ولا اي حاجة عشان ده i i pay for ممكن اقول بدل the item اقول for them buy credit card لازم اقول حتة credit card دي ليه لو انا قلت لها هي بتقول لي مسلا انت بتتفعي لما الحاجة بتيجي بتتفعي كاش فقلت لأ وسكت فيها بتقول لي مش خايف انهم يعرفوا بتاع credit card طب انا ما جبتش اشتريتها فلازم انا اقولها لازم لازم اقول لها لأ انا بادفع بالcredit card تمام فقتلها انت مش خايفة انت بتكتب الباسورد بتاعك او بتستخدم الباسورد بتاعك في credit card فردت عليها بحاجة فهدأ قلت لها يعني انت بمعنى ذلك انت بتشتري من اه مصادر موسوكة فتقول لها طبعا ايه no i buy from trusted جابينها من هنا هي sources مصادر موسوكة فتقول لها ده يعني انت نشتري من مصادر موسوكة تقول لها طبعا ايه yes of course او of course او sure تمام يلا نشوف دي ايمان خسرت اخر ماتش فعايزين طبعا عكسه happy بنبق ايه unhappy he was angry when he lost the match this mean he was هو كان غضبان لما خسر الماتش مع ذلك ان هو كان ايه happy سعيد delighted cross across فاكرينها خدناها وقلناها كذا مرة وعملت لكم عليها علامة وقلت لكم اهيه بجبالكم وشان تفتكروها cross قلت لكم معناها علامة x او ايه او غاضب فهنا بيقولك ايه فين هي راحة شفين اهي angry يبقى ايه cross تمام وين الكاستمر اسك سموان توسند او ميك فامسنج فور ذم لما الزبون بيطلب من حد ان هو يعمل الحاجة ده ايه deliver complaint order offer يبقى هو بيخليه ان هو يعمله ايه order لما الزبون بيطلب من شخص ان هو يرسله او يعمله حاجة ده معانا ان هو ايه order كلمة seller and shop assistant opposite انا في الامتحان يا مثل نسيت معنا كلمة seller ونسيت كلمة shop assistant يعني اعمل ايه تعالوا بوصف الاختيارات مع بعض في الاختيارات يبقى ولا واحدة فيهم طالما مع بعض في الاختيارات يبقى ولا واحدة فيهم هنا عندي اي ار وانا ايه ار بتحول الفعل الفاعل يعني بتخلي اسم يبقى ايه طبعا مطرت فيه تمام يبقى هي دي عشان ما حدش في فكرة احنا اختار لنا دولا the intimate or the adjective positive positive عكسها ايه؟ bravo negative the noun from complaint is made by added the suffix بتحطي بالنهاية طبعا تي تبقى complaint if you need to make a complaint try not to get angry بعد كده ايه calm وعيلنها keep لان ده فعل امر فعل امر بيقى في المصدر keep calm explain the problem and not what you want the order person بيقول لك ظل هادي اشرح المشكلة and not what you want the other person to كزا يوشرح او قول انت عايز الشخص ده يعمل ايه؟ هتبقى and ايه؟ say يعني اشرح المشكلة وقول اللي انت عايز ان هو يحصل فتبقى and say what you want the other person انت عايز الشخص التاني يعمل ايه؟ to طبعا do تمام then they will usually not happy to help you وهما هيكونوا دايما سعداء ان هما بيساعدوك will بيقى وراها الفرب في المصدر يبقى ايه؟ be happy will be happy ده يونت 5 و 6 اليونت السهل ما فوش اي حاجة تعالوا نقرى بسرعة كده الحاجات الكلامات الحاجات الموجودة في الدرس ايمان وعالي بيتكلموا عن الهانديكرافت ايمان بتقول هاللو how can i help you علي قال له هاللو i want to make a complaint ايمان ايمان دي شغالة في شركة المصرية لصناعة الحرف اليدوية فهي بتقول هاللو مش مش هو اللي بتكلمه لأ زي ما احنا منتصل محافظة ليه هاللو خير متعامل الفوضافون مع حضرتك كده مسلا فهينا بتقول اه شركة المصرية لصناعة اليدوية مع حضرتك ازاي اقدر اساعدك انا عايز اعمل شكوى هتلو ايه المشكلة اه اشتريتش بعض الادوعية من ثلاث اسابيع للمحل بتاعي الموقع بتاعكم قال ان الديليفري بياخد خمس ايام انا ما زلت منتظر يعني لسه ما وصلش ممكن اخد اسمك and the order number ورقم الطلب ورقم الطلب من فضل رد عليها وقال لها ايه عشان الكتبان كلها قال لها yes اسا علي احمد اسمه and the order number is three four four five three eight I emailed you last week وانا بعت لكم ايميلي الاسبوع اللي فات ايمان قلت له oh yes مستر احمد you ordered fifty both for delivery to كينيا انت فعلا طلبت خمسين بوتس عشان يروحوا كينيا is that right ده صح لا that's correct ايوه صح ايمان قالت له yes the delivery company have the order I call the delivery company and ask them what the problem فعلا شركة التوصيل خلت الترب بتاعك وانا هكلم شركة التوصيل واشوف ايه المشكلة يعني هما خلاص سلموا التطلب لشركة التوصيل and I call you back وهعاود الاتصال بك can I take your phone number please ممكن ااخد الرقم بتاعك قال لها yes it's وراح مديها الرقم بتاعه بعد كده قلت له can you call me back today please of course اه طبعا قلت له can you sorry قال لها can you call me back today ممكن تكلمين النهاردة بليز قلت له طبعا of course قال لها thank you good bye هعمل لكم فكرة حلوة يا جماعة الناس اللي عندها انستجرام او الناس اللي عندها التايك توك التيك توك انا هعمل ايه هجيب المحادسة دي وهاعمل ان انا ايمان وعايزةكم تعملوا ان انتم علي فاهمين وتعملوا معايا دوتو عشان تتعلموا يعني هتعاودوا على القراية هجيب المحادسة دي وهصورها وهعمل بها فيديو على التيك توك هاسيب لكم اللينك تحت الفيديو Videو هقول انا ايمان وانتوا هتقولوا علي oversight وانا هعمل ايمان وانتو تعملوا علي علشان تتعودوا ان انتو تقروا ده الناس اللي حابة انتو تتعلم القرآن. يلا نشوف هنا. انا عايز اعمل شكوة من فضلك. قالت ايه المشكلة? خلي بالكم من المحادثات دي عشان بتتقرر في الامتحان. ركزوا. دي بتتقال كتير في المحادثات. انا اشتريت من الموقع بتاعكم. بس لما الديليفري وصل عنده ليتو مايكروويف. ركزت الاساسة انتو تتلعى انا اسفة جدا برضو الحتة دي مهمة جدا. اتلعى اسمي نهلة. ايوة اسمي نهلة. اتلعى انا هكلم شركة التوصيل. وخليهم يوصلوا لك الايتم الصح او السلعة الصح. اتلعى كلمة لما ييجوا. تمام? هنا. تعال انشاء نتكلم عن جريت مشين. اشترت جريت مشين عنا نتكلم عنها. انا اشتريت دي كهدية الوالدية. هما كانوا سعاداء جدا بها هي كانت شكلها حلوة جدا في المطبخ سهلة جدا في الاستخدام وتعمل فعلا كبات قهوة لذيذة التوصيل كان سريع جدا هنا لما تبقى الالة حلوة عايز اعمل ريفيو عن الالة كويسة عندي مكينة مش حلوة هنشوف المشكلة اول حاجة سنية اسبوعين عشان الديليفري يوصل ولما المشين وصلت كانت بروكن مكسورة هي كانت جيدة بس كانت صاخبة جدا والقهوة كانت بردة وشنيعة اي سنت اتباك انا رجعتها تاني هجيب واحدة مختلفة هنا ريفيو عن مايكروويف سوري اي بوت ديس مايكروويف انا شترت المايكروويف ده كهدية الوالدية they weren't very happy ما كانوش سعاداء جدا with it be it looks good in the kitchen وكان شكله كويس في المطبخ and the delivery was quick والدليفري كان سريع هويفر وبالرغم من ذلك when they used it لما استخدموه the food didn't cook very well الطعام اتطبخش كويس it was horrible شنيع i sent it back and will buy a different one انا رجعته تاني وهشتري واحد مختلف الرفيو ده عن السبيكر اللي هي السماعات i bought this speaker as a present for my cousin انا شترت السماعات دي كهدية الابن عمي she is very happy كان سعيد جدا with it it looks great كانت great يعني عظيمة and it's very easy to use كان سهلة جدا في الاستخدام you can use it on your television or to play music ممكن تستخدمها للتلفزيون او تشغل موسيقى there is only one problem with it كان فيها مشكلة واحدة her parents think it's too loud اه بابا يعني والديها هيك ابنة عمي طالما her يبقى بنت عمي هنا مش ابنة عمي لانها تنفع للتنين طالما her parents يعني بابا هممتها think it's too loud تنصتها عالي زادة عن اللونزوم يستعلي جدا تمام تعاني قرى دي yesterday i went to the market and i put some new things for my for my bedroom اشتريت حاجات لقط النوم بتاعتي while i was shopping لما كنت بتسوق شايفين while ومضرع ماضي مستمر i saw my friend Laura لما كنت بتسوق انا شفت صديقت Laura she helped me to choose a new carpet هي ساعدت لاش اشتري سجادة جديدة today my dad painted my bedroom بابايا لون القوضة بتاعتي now اللي هي دهانها يعني now it was blue دلوقتي كانت now it was blue دلوقتي كانت آآ سودا it locked really good انها جيدة كانت جيدة جدا يعني هي بتحكي في الماضي ان هي صاحبتها ساعدتها انها تختار سجادة باباها رسم لها القوضة بتقول لك دلوقتي كانت جميلة جدا وفعلا شكلها رائع really good جيدة جدا هنا my older brother كريم is very excited آآ اخيلك my older يعني الاخي الاكبر كريم كان يعني يعني متحمس جدا because he has a new phone عشان كان ممعاته لفون جديد first he needed to charge the battery هو في البداية احتاج انه يشحل البطارية to do this he blocked in the phone هو حط وصل التلفون بالكهرباء and turned it on وشغله then he left it for a few hours وثابر مقلعد الساعات next he needed to fill in some information احتاج ان هو يملى بعض المعلومات about himself عن نفسه the phone asked for a password التلفون طلب password now he can log in دلوقتي يقدر يستخدمه and use his phone it's very nice كان جميل جدا آخر محادسة huda look at these two wooden boxes do you like either of them either either of them lama تلاقى بصوا لتناديق دية lama هذا عجب بحاجة منهم ما يابه هودا و lama لما قتلاها yes i like both of them انا عجبوني الاثنين but they are expensive بس غالين جدا هودا قتلاها what about these spots طب والاوعية دي i like the red one and the blue one انا عجبني اللون ال red والبلو اللي هو الازرق لما قتلاها sorry i like neither the red nor the blue i like neither طالما ما بصوا neither هي الواحدة نافي انا ما حبيتش the red ولا الازرق ما حبيتش الاحمر والازرق but the yellow one is nice هي حبة اليالو اللي هو الاصفر هودا قتلاها we should choose something that we post like المفروض نختار حاجة احنا الاتنين نحبها i think we should either buy the laser bag or the carpet انا ما نشايف ان احنا ممكن نشتري آآ شنطة جلد او سجادة لما قتلاها اوكي let's buy the laser bag the carpet is a bit big تعال نشتري شنطة جلد عشان السجادة كبيرة جدا تمام ده الدرسة الخامس والسادس هحل لكم ان شاء الله اختبارات اليونت بتاعت وان واتو في فيديو الوحدها وان واتو دولا وده كده خلصنا يونت تو كلها وخلصنا يونت وان اتمنى الناس اللي متابعة معايا listen listen والناس اللي متابعة معايا على المسنجر يكون اللي امور واضحة بالنسبة لهم كده تمام اه بنقرأ الكلمات بنشرح بنحل الاسئلة وبنقرأ الدرس مفيش اي حاجة تبقى ناصر يعني الناس اللي اتتابع معايا خطوة بخطوة بعد الفيديوز دي ان شاء الله هيكونوا فاهمين المنهج زي الفل واللي محتاج اي سؤال اكتبلي في الكومنس ساعة الفيديو والناس اللي عندي على المسنجر طبعا بتابع معاكم على حد ما بقدر وربنا يوافقكم يا رب العالمين وdon't forget you can do it